اهلا بكم اشباب فاينل اجزام فارستاشن عشرين اتنين وعشرين لسه بنحل المودرن ان شاء الله ذاكرة المودرن المفروض ومفروض ان انت بتجمع القوانين واحنا بنكمل اي قوانين ناصر اول سؤال بيقول لك عندك نوت جيت اور جيت اند جيت بالشكل اللي قدامك ده قبل ما بنحل السؤال متعودين ان احنا نقول شوية جمل كده ان النوت جيت اكتز از اترانزيستر صح الور جيت تو ترانزيسترز مظبوط الاند جيت تو ترانزيسترز الله ينور عليك ده الترانزيستر اللي سويتش اللي انت اخذه The in high the out low The in low the out high The two transistors connected in parallel زي بالضبط الرسمة بتاعتها الالكتريك سرقوط اللي بتبينها اللي هي يا شباب لما بتيجي حضرتك تقوم جايها هاي زيرو 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 one or قفلت ده دي تشتغل one لا فتحت ده وقفلت ده تشتغل one zero تدي one طب قفلت الاثنين يا حبيبي ما هو كي الاولاني او كي التاني or one or two دي اكتس اس two transistors دي كأنها two transistors connected in parallel connected in parallel طب ودي ات اكتس اس ايه دي اكتس اس two transistors بس connected in series متوصلين لاثنين in series ودي الشكل بتاعها بيبقى عامل كده the electric circuit which represents this gate acts as two key connected in series عشان zero zero يدي zero والزيرو والone يدي زي ما حضرتك عارف زيرو والone والزيرو يدي زيرو والone والone يدي one طب ايه كمان ما تنساش دي زي ما اتفقنا جماعة تعتبر بالنسبة لحضرتك الor gate كأنها بالزبط ايه plus b لكن الand gate تعتبر بالنسبة لك بالزبط كأنها product product ده في البولين الالجيبرا تعم دي رقم واحد طيالي قلناها في امتحانات كتير جدا ولسه بنعدها الpoint التانية لو سمحت لما تيجي تحل السؤال طبعا الراجل بيقول لك ام و ان احنا عايزين جيب one وعايزين جيب one طبعا ام هنا common على or مع not ام مشتركة بتدي not وبتدي or one دخل على not يقلب على zero one وone دخلوا على or تعملهم one zero one على and zero طب هو عايز ايه هو عايز output signal is high ننفعش غيره one و zero one تدخل على not تقلب zero وone و zero لما يدخلوا على or يدوا one بس zero one بالنسبة لل and تدي zero zero لو ما تنفعش وش على بعدها zero one zero تدخل على not تقلبها one و zero one على or تدي one one و one على and تدي one ايه حل اخر واحد zero 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 ايه ده في not انت ليه مستعجة دي لو or كد حتشتغل تشتغل فبعد اذنك كد حتدي high ليه حضرتك شايف اني zero zero لازم تدي zero ايه ده في not zero دخلت على not تقريبها one و zero zero على or تدي zero one و zero على and تدي zero عشان كده بقولك دي لو or كد حتبقى هاي ما تستعجلش لان هي دي الفكرة بس هي طبعا عطت zero يبقى final answer number c السؤال الثاني by closing key one and key two in the following the reading of the voltmeter طبعا equals cam الراجل عايز reading ال voltmeter knowing that the diet the resistance zero point seventy five الدايود له مقاومة zero point seventy five مفروض طبعا ان حضرتك عارف ان الدايود له resistance ولو المفروض potential في مسائل بنحل ان ده له potential حتى كنا قيلين قبل كده جماعة انت عندك البايس بوتينشيل بتاع مادة الجيرمانيوم وعندك البايس بوتينشيل بتاع مادة السيليكون دول يعتبر اصل سواب بتاع السيليكون ده يعتبر سبعة من عشرة وبتاع الجيرمانيوم دوت ثلاثة من عشرة zero point three volt اللي هو least volt needed ده اقل فولت خلاص needed عشان تشغل به الدايود عشان كده كنا قولنا قبل كده حتة مهمة جدا تصدق ان انت لو معاك دايود متوصل forward 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 كله يقول لك يشتغل بس ديها واحدة معمول من مادة السيليكون وحطيت باتيري هنا zero point five volt مش هيشتغل اطبع لان zero point five اقل من البايس بوتينشيل اللي هو zero point seven جيرمانيوم يشتغل سيليكون ما يشتغلش وعشان كده كنا دايما بنقول لك لو greater than one تشتغل اقل من وان ما تشتغلش equal one تشتغل بص السؤال حاجة تانية اللي احنا عايزينها قوة هتنسى الجراف ده ادي البايس بوتينشيل ادي البايس بوتينشيل تعرف ان العالي ده الاعلى ده هو يعتبر مادة السيليكون وده يعتبر مادة الجيرمانيوم تعرف ان اللي احلى فيهم ده ليه؟ عشان الريفيرس بتاعه zero point seven او عشان البايس بوتينشيل zero point seven فحيستحمل معاك السيليكون بلون تاني بقى كده لو تفتكر الشرح السيليكون يستحمل معاك الفولتج العالي جدا قبل ما يحصله ايه؟ قبل ما ينهار ما انت لما بتوصل باكورد هي بترزيست بترزيست السيليكون بيرزيست اكتر من الجيرمانيوم من الجيرمانيوم انهاره يبقى سريع السيليكون بيصمد شوية عشان كده السيليكون احلى من الجيرمانيوم اخر حاجة كنا قيلينها لو تفتكر foiling point جيرمانيوم يستحمل الحرارات العالية ايه ده جماعة البوينس اللي احنا عايزينها هنا؟ اكتب المعلومات المعلومات مهمة كمل باشها طبعا بيقولك لما نقفل K1 و K2 طبعا لما بتقفل ده وبتقفل ده من غير ما تفكر ده يشتغل لان ده forward ده ما يشتغلش backward ده backward مالكر انت هيطلع من البوستف ينزل هنا يجي في البوينت ديت يبدأ يتوزع هنا اهلا وسهلا بحضرتك مع direction ال arrow مع direction ال diode كده انا شغال forward تمام حبعت للي بعدي ده يقول له لأ حيطة وقف راح فين؟ عشان كده حضرتك هتشتغل على دي بس هتبقى المسألة عادية جدا معاك باتري vb equals i r equivalent plus r vb بستة وانت عايز تحسب i على مهلك بالراحة والr equivalent بقى معك ومعاك resistance ال diode ما تنسهوش zero point seventy five ومعاك internal كمان محتوطة one point twenty five ده كده يعمل معاك two two يعمله يبقى ال current intensity يطلع بيساوي 6 على 4 3 على 2 واحد ونص واحد ونص ايه؟ واحد ونص امبار عايز reading voltmeter واحد ونص في اثنين يبقى ده حيقرى ان شاء الله three volts يبقى السؤال التاني عندك number a طبعا three volts غيره السؤال اللي بعده transistor وهو عتنسى بتاعت الامتحان اللي فات لما جاه هنا وقام جاي عامل كده وبعدين عمل كده وادى لك voltage ده وقلت له خد بالك V ده بتاع ده V ده هو يعتبر VCE ده بتاع transistor هنا بقى ملفش اللفة ده والراجل شغال عادي بيقولك transistor هو VCE بيساوي VCE بيساوي 0.4 volt ومعاك VCC 1.5 volt طبعا انا عندي رول بيقول انه VCC equal VCE plus VR خد دي يا تاباشا حطها 1.5 equal 0.4 plus VR فانش مسألتك VR equal 1.5 minus 0.4 يطلع 1.1 volt دي تطلع بكم 1.1 volt اقسم حبيبي 1.1 volt على الارسي علشان تجيب لنا قيمة الـ current اللي معدي هتاخد الـ 1.1 تقسمها على الـ 400 يطلع الـ current intensity اللي المفروض يعدي هنا 2.75 time stand to the power negative 3 عيب قوي بعد الامتحانات اللي احنا حلناها ديت ترجع وتقولي هي الـ ID بتاعت مين دي IC مستر اس لانا بنسا لا يا باشا يلا بينا نفتكر شغلتنا ان احنا نعيد تاني ونزيد تعرف ان ده common emitter الـ emitter مشترك في البطارية ماذا يعتبر emitter base collector NPM تعرف ان الـ current اللي معدي من هنا يعتبر i emitter في دي بس دي i emitter دي دي i emitter دي امال دي مين؟ لا دي i collector لا امال دي مين؟ لا دي i base بيكر شوفها ادي الـ junction ادي الـ point تعرف ان دي بتساوي d plus d i emitter بيساوي i base plus i collector اهو بص رايح للنجة تبص رايح للنجة فما ينفعش تطلق بط دي i emitter اي حاجة هنا i collector حتى دي كده i collector دي i collector دي كده i base حتى دي كده i base حتى دي كده i base حتى دي كده i emitter انت جبت الـ vr بتساوي 1.1 volt تعال بقى شوف الراجل عايز ايه؟ الراجل عايز الفة على بيتا بهدوء بالراحة قدامك 60 الف طريقة الطريقة الاولانية ان حضرتك جبت الـ i c ومعاك الـ i اللي محطوطها هنا اللي هي i b بسترطب ما انا بالراحة كده انا لسه انطلع الـ i c بتساوي 2.75 time stand to the power negative 3 ومعايا الـ i b برضو بهدوء كده بتساوي 6 time stand to the power negative 5 مستر ممكن اجيب الـ i e هات الـ i e الـ i e بتساوي الـ i b plus i c ادي طريقة ايه؟ على مهلك اخدلي 2.75 time stand to the power negative 3 اعملها plus 6 time stand to the power negative 5 الـ answer يطلع 2.81 time stand to the power negative 3 قول لي يا باشها بقى ايه الطريقة اللي في دماغك اللي عايز تحل بيها بص يا مستر بقى الطريقة الاولى اللي انا عايز احل بيها اجيب الـ alpha الوحدها واجيب الـ beta الوحدها وكان ممكن اخد الـ i c مع الـ i b اجيب الـ beta وبعدين اجيب الـ alpha بالقانون اللي هو beta equals alpha على 1 minus alpha امام؟ ده الفول بص انما تحلك لا اما لعايز ايه؟ عايز الطريقة التانية مش الراجل عايز alpha على beta اه طب انت مش عارف ان الـ alpha مش عارف ان الـ alpha بتساوي i c على i ايه؟ ايه؟ ومش عارف ان الـ beta بتساوي i b ضربت وقلبت وهنا i c ايه؟ ايه؟ حتى يتلدي؟ ما دي i c على ai b؟ فضربته قلبت وضيعت اي سي مع اي سي فبقيتش محتاج للي بقيت محتاج لاي بي واي اي حقسم ليه على دي ما هكتر قتين تقسمه ما باشي على بعض يلا بينا طبعا سيكس تايم استين تو دا باور نيجيتف فايف هتقسمه على تو بوينت اي تايم استين تو دا باور نيجيتف ثري شوف الانسر يطلع لك كام زيرو بوينت زيرو تو ون واحد زيرو emfree 0.021 2.1 time spirit 10 to the power in WOO فطبعا number two answer باور نيجيتف طبعا هيطلع بي معاك طرقتين مستر ما بعرفش اجيب دي انا بتعملها كده Renee اجيب دي زي ما انت بتعملها كده بتشوف ديicos حاجة سهلة يقسم دي على دي اقسم 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 دي على دي وcome up وحبت اني واحدة فيها تдиطينك الوان فاس planets تلاقيه مخرج للمشكلة اللي عنك اللي بعده في فوتون خرج بعد إذنك الفريقونسي بتاعته بتساوي 5.43 معك فريقونسي الفوتون اللي طالع وانت بتقرأ كلمة فوتون دماغك شغالة mc square h mu h c على wave length momentum mflc فيش كده دماغك شغالة طالما الفوتون طلع ده نازل من higher للower وبعدين بيقولك عايزة بقى انت تختار واحد من دول وبعدين عايزة حضرتك تلمح 24 27 25 22 21 ونص واحد ونص دوت كل الناس تقولك ده القليل ده higher لان انت بتحل بالnegative 1.5 كيلو electron ده الh higher انا عايزين lower ونص دور عشان لما هتقامل ده minus minus ده تقلب معك بوستر طيب اجيبها بقى ازاي مستر اطلع الانسر ازاي اولا قدامك طرقتين انت ممكن تستشف وطلع الانسر وممكن حضرتك من ده تجرب ده ايه ده يعني اخد مثلا مثلا ايوا ما عايزة حفظك وانجاي عاملها minus minus يعني plus 24 مزبوط وبعدين اضرب عشان احول لكيلو وبعدين اضرب مزبوط صح تعمل ده في ده على ده تعالى كده نشوفها يلا بنا يبقى انت هتاخد كده ال 24 هتشيل منها ال 1.5 وبعدين تضربها اه وبعدين هتضربها 5.6 times 10 to the power negative 90 اه وبعدين تقسمها على 6.6 times 10 to the power negative 34 تطلع 5.45 times 10 to the power 18 5.45 times 10 to the power 18 اي تاني تاني يلا بنا عندك فوتون وعندك الفريكونسي ده الفوتون اللي طلعه معاك الفريكونسي بتاعه معاك الماس بتاعه معاك الوافلينس بتاعه بتاعك التطقة بتاعته وعندك two levels بص ده واحد ونص بص ده 22 24 27 25 الواحد ونص ده الهائر مش اللور لان كل ما بتطلع لفوق فرق الطبقة طبعا زي ما حضرتك تعرف بي وبالتالي انت بتاخد اي هاير ماينس اي لور بتاخد الانرجي بتاع ده ماينس الانرجي بتاع ده امشن بتاخد اي ماينس اي نود يا سيدي اي تو ماينس اي وان المفروض انت لما تاخد اي ماينس اي يطلع بيساوي اتش مي والفوتون اللي خاد فحضرتك تاخد نيجيتف 1.5 ادي الهاير ماينس ماينس لور 22.5 هتضرف 10 to the power 3 عشان دي كيلو ودي كيلو وحتضرف 1.6 time stand to the power negative 90 عشان تحول لجهول وتقوم جاية اي الـ اتش ميو وتقسم على اتش طلع الميو هي انا مش هي حفظت تعال حل العكس الطريقة التانية معايا الـ اتش ميو طب خلاص ما تاخد نيجيتف 1.5 هي هي ماينس خلاص ماينس كام شون تطلع الانسر على طول ودرف 10 to the power 3 ودرف 1.6 time is 10 to the power negative 19 عشان تحول جول equal 6.6 time is 10 to the power negative 34 في 5.43 time is 10 to the power 18 دي زيدي shift solve هاته حضرتك shift solve مغلباك حتودي دابل 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 بلاس تيجي كده نحسبها يا الله بي 6.6 time is 10 to the power negative 34 هتضربها 5.4 3 time is 10 to the power 18 وبعدين هتقسم على 1000 وعندك 1.6 time is 10 to the power negative 19 الانسر اللي طلعلك ده 22.39 بالضبط اجمع عليه 1 اجمع عليه 1.5 23.89 اه 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 يعني 24 كيلو الانسر شوف بقى اني طريقة انت عايز تحسبها كده ولا كده ده السؤال رقم 4 سؤال رقم 5 on looking into eye piece اه طبعا الاي piece اللي هي ده ده لو سمحت اللي هو الكوليميتر ده المجمع ده اللي بيجمع light وده بيبقى فيه عدسة هنا convex والكوليميتر بيبقى فيه slit والعدسة convex عشان light يدخل فينزل طبعا زي ما حضرتك عارب parallel بس هنا في gas هيعمل absorb وبعدين ده يعمل deviate و disperse وبعدين فيه هنا بقى عدستين من النوع convex objective و all piece يبقى تيليسكوب كوليميتر ده كوليميتر ده تيليسكوب المهم ان حضرتك طالما لقيت وعاء به gas gas container لازم يحصل absorption امتصص فحيبقى طبعا line absorption spectrum in figure two figure two الشكل التاني ده هيبقى line absorption spectrum absorption line فيش حاجة اسمع absorption continuous absorption from continuous لكن absorption continuous يعني انت مطصيت الانوان كلها absorption line absorb line absorb line line is absorbed وعندك الشكل الاولاني ده المسباح الابيض هيخش ويطلع لك spectrum وطرى ما انت مستخدم هنا مصباح ابيض وقلنا حضرتك ممكن تستخدم tungsten ممكن تستخدم white light ممكن تستخدم dark black body ideal dark black body اوعة تنسى dark black body ما يطلعش الون اسوى طلع continuous فطبعا هيطلع answer number c the following table show four samples of pure 4 عينات من pure ما فيش doping semiconductor material at different temperatures which choice represents the correct arrangement of the temperature of the pure crystal الفكرة كلها هنا في دين ان هنا شغال meter cube centimeter cube meter cube centimeter cube مفروض ان انت بتشوف concentration لكل سنتيمتر مكعب او لكل متر مكعب يعني كل one centimeter cube كل one 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 كل one centimeter cube في اد اي three electrons او holes او charge carriers طبعا هنا بيقول concentration of charge carriers حاملات الشحنة خد بالك المادة وهي pure حاملات الشحنة حاكتين free electrons and holes خد بالك ايه ده مستر يعني لو جاء اللي n equals b مثلا equal million حاملات الشحنة 2 million charge carrier 2 million two times 10 to the power six لكن n الواحد ومليون p الواحد ومليون كنا دائما انه مليون بني ادم مليون كورسي فاضي خلاص لكن حاملات الشحنة 2 million two times 10 to the power six ده charge carrier لان السمي كوندكتور بيتميز ان charge carriers بتاعته بتبقى دا او دا وعشان كده لما بنخش نعمل doping بنبدأ نقول خد بالك في majority charge carriers في minority charge carriers تعمل doping هيبقى في اكثرية اقلية majority free electron اقلية holes majority holes اقلية free electron ده في البي طيب يلا بينا concentration of charge carriers in pure crystal طبعا ده في المادة وهي pure على اساس ان ال n equals p يلا بينا نكمل هنا الفكرة الفكرة كلها ان حضرتك جاي عمل كده ده العدد اقلية اقلية ميتر كيوب لها طلعت فوق بقت ميتر نجيت بفريم حولها بقى لسنتيمتر كيوب طب خلاص عشان احول من ميتر كيوب يعني 1.6 times 10 to the power 16 حقسم على 10 to the power 6 عشان تحاول من ميتر كيوب لسنتيمتر كيوب انت هتضرب في 10 to the power 6 كده انت حاولت سنتيمتر كيوب خلاص هتطلع فوق يعني هتبقى 1.6 في 10 to the power 16 وده تطلع فوق بالنجيتف المهم دي هتبقى 1.6 بالظبط كده times 10 to the power 10 بس سنتيمتر كيوب انت قلبتها خلاص ودي كده كده بعد اذنك بالراحة كده دي كده كده تعتبر 1.5 times to the power 11 سنتيمتر كيوب ودي زبطها زي دية تطلع 1.6 بس times 10 to the power 15 وحتطلع لها 6 فوق خلاص هيبقى 10 to the power 9 سنتيمتر كيوب ودي هتطلع 1.5 times to the power 10 سنتيمتر كيوب رتبهم بقى كده ويلا بينا لون تاني كده بالراحة خلاص اكبر واحدة فيهم مين 1.5 times to the power 11 خلاص 10 to the power 11 اعلى واحدة فيهم يبقى TX اياه الواحدة خلاص خد الاصغر منها 10 to the power 10 بس دي TW لشان دي 1.6 الاصغر منها TZ اصغر واحدة خالص TY اختار الاجابة عنك TX TW TZ واقل واحدة خالص TY الانس البي مصبت مفيش بالامانة كده مفيش غير حاجتين عندك تقلق منها ميتر كيوبي او سنتيميتر تحويلها اللي ما بينهم اللي احنا لسه قيلنها والحاجة التانية اللي هي N على T لما يجي الراجل يقول لك ايه لا ده انا كنت عايزها برمينت مش برساكن مستر طب والفاي اللي دي انا بجيبها ازاي N على T لأ ام الايه مش هتلاقي N على T طب هتصرف ازاي حبيبي هتلاقي هولا على energy هولا ده طب واجبها ازاي per minute ازاي تاني بالروح هي انت مطلعها per second عايز تحولها المنت من second minute هتقسم على 60 فيبقى بعد ما اطلع الانسر اعمل time 60 اه يعني عشان احول من فوتون بالروح بقى per second لفوتون per minute اضرب 60 مش تقسم على 60 ادي السؤالين اللي تاخد بالك لما يبقى الموضوع في الدينيميناتر من الاخر لما تبقى الحاجة في الدينيميناتر مش في النيميناتر في الدينيميناتر تحويل بتقلب بدل ما تقسم على 60 هتقسم على 60 تحت يبقى هتضرب كله في 60 هتقسم او هتضرب تحت 10 6 عشان تحويل من متر كيو لا هتضرب في 10 6 عشان هتطلع فوق number seven the show the relation between radiation and wave length of x-ray spectrum which of them produce ما قلنا هاش في الامتحان ده انا ازف لازم نقولها بس يا سيدي عندك ده 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 الواف ده والواف ده اللي اتنين دول دول آسف definite لا specific لا hard لا characteristic وبيعتمدوا على الاتomic number بتاع المادة وكل ما الاتomic number بيزيد الواف لانث بيقل والبنتراتينج باور بيزيد بنتراتينج باور بيزيد والبيكس بتروح كده يعني مثلا 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 تعرف ان اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من وان ده تارجت وده تارجت وده تارجت بس سلتو اكس ريز شغالين under the same voltage لاني دية لو سمحت wave length 1 اللي حضرتك شايفها دي دي بتاعت الصفت دي بتاعت الكونتينيوز دي بتاعت الصفت دي بتاعت الكونتينيوز دي بتاعت البريماسترا لانج دي بتاعت اشاعة الفرمالة بريكينج رادييشن اسمع حتة زيادة دي بتاعت عالم اسمه ماكسويل هيرتز ماكسويل هيرتز هيا البوينت دي اللهم حتفرمل وتطلع رادييشن على حسب الفرمالة اللي حفظنا الوافلانس اللي حضرتك شايفوا ده زي ما اتفقنا ده احنا بنقول عليه ويفلانس منمم يعادل بالنسبة لنا فريكوانسي ماكسوم بتاعت كونتينوز يعادل انرجي ماكسوم بتاعت كونتينوز ما وفي انرجي ماكسوم كونتينوز وفي انرجي ماكسوم كونتينوز انت رايح على ده اما الانرجي ماكسوم كونتينوز ايه اقل ويفلانس يا عم بقى منغلبناش يلا بينا نشوف السوقات بيقولك ايه ايه طبعا فرم ترانزيشن ترجط دا نعين على دوق مين فيهم تبع الترجط تفكر اما الواف لين دا تبع مين دا تبع مين ميش دا عبدالترجط مستر اما الاجراف لما يرسموا بيعلى كده يبقى دا تبع ايه باشه دا تبع الكارنت الي طالع من الفيلمنت مبين الكاثد والأنود بتاع التارجت بس لانت عندك فيه اثنين مبين شو قالت جيتيوب فيه اثنين مبين فيه مبين وده بيصلح انه هو يكون دي سي او اي سي وفيه عندك الخطير التاني التاني الخطير هو ده ولازم لازم لازم شباب ده لازم يبقى بوستيف عشان اي الكترون يطلع من هنا ده يشده ده التارجت ده بتتحكم في الانتانستيبا هي ايه ده لكن ده الانتانستيبا ده بيتحكم في الانتانستيبا فاول امتحان خالص ارتلق خد بالك مقتنون ده والبط ارتلق بص فيه حتة حلوة كده وان ماينس ويف لنس بفور كوليجين على ويف لنس افتر كوليجين ده يساوي اللص على طول وخلصني وخلص نفسك مستر يعني انا حامل واحد ماينس ويف لنس قبل احط لمدة وويف لنس بعد احط خمسة على اربعة ايوا حبيبي هتحط خمسة على اربعة بس هتقلب هيبقى خمسة هنا والا اربعة هنا من نوم دي راحت معادي وان ماينس فوروبر فايف على الكالكيليتر تطلع لك وان وبر فايف الانسر هادي نشوف بقى احنا كده على مدار اربع خمس امتحانات نجمعنا كل الحاجات الحلوة بتاعت خلص على نومبر ناين احنا ماشيين ستاب باي ستاب كل امتحان زي ما تكون حضرتك بتزود حتة في الكراسة بتاعتك حتة في الكراسة بتاعتك مع اخر امتحان ان شاء الله اكون لميت لك الدنيا كلها اموفين فوتون 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 ايه والاتش نيو ايه والام سي سكوار والاتش في سي على ويب لانث عايز ايه عايز ماس اقسم على سي سكوار زحلق سي سكوار هنا وهنا 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 ويشوف الرؤية عايز مومنتم سيهاية واحدة اقسم كل ده على سي اقسم على سي سكوار تجيب ماس اقسم على سي واحدة تجيب مومنتم تعال نشوف بقى هو عايز ايه ويذ ماس اقسم كذا ايه الجمال ده ممتاز يعني معايا الماس والرجل عايز الوايب بص بص خدي كده زماية والنعمة ما تيجي جنبها ولا تلعب فيه بص عوض بسي سكوار زي ما هي ما تطيرش واحدة مع واحدة وحتطلع الانسر اللي هو عايزه معاك الماس ما تطيرش عوض سي سكوار وعوض الاتش وعوض السي وهات الوايب لانث ده لو انت مش مذاكر قاسف ان الوايب لانث بيساوي اتش على المومنتم وهو قانون دي براولي اهو ما هو بيطلع من هنا انت لو طيرت واحدة مع واحدة طلع لك قانون دي براولي اهو فطبعا لما تيجي تقسم بقى 6.6 times 10 to the power negative 34 اقسمها على الماس اللي هو 3.68 times 10 to the power negative 38 واضرف في 3 times 10 to the power 8 فانش هاباشا مسألتك تطلع 5.97 times 10 to the power negative 5 ميتر الراجل عايزه بالمايكروميتر اه بالميتر عشان تحاول لمايكروميتر اضرف في 10 to the power 6 تطلع 59.7 هو انا عشان عوضت هنا بس 6.6 مش توفاير اه تعال هنكتب التحاولتين دول يالله بينا بص يا سيدي الوافلينث وانت بتحل هو هيطلع بالميتر يالله بينا 10 to the power 3 هتخليه بالميليميتر 10 to the power 6 هتخليه بالمايكروميتر 10 to the power 9 هتخليه بالمانوميتر والعكس صحيح حفظ ذاكر غيره فوتون 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 حفظته النعمة وهو م And فوتون وحفظته وفيه قانون التاني بقى وهو 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 real يعني انا حشيل دي وحط 320 ولسه اخديني النانو في 10 جميل دي واحدة طالما جاب لي حالتين دايما بقولك نعمل ريشو لو جاب لي حالة واحدة بخش عوض في الوري حالتين ريشو يلا طب الراجل عايز ايه عطيني الواف لانث الاولاني وعطيني الواف لانث التاني واحد والتاني مومنتم مومنتم اقسم على سي اقسم على خد الحتة دي كده واقسم على سي مومنتم ايه دا يعني اودي سي هنا عشان تجيب المومنتم فحيبقى المومنتم بالراحة اللي هو بي ال اقسم على ويف لانث ثلو انت مش مذكر في البيل و знач online يعمل يعمل القانون واحدين الذي تم عبارك فانت معك المومنتم و الراجل عايز الواف لانث tej خلاص عايز الارشو ما بين leanere momentum ٧ ما هو leanere momentum ٣ x على leanere momentum ٤ Y معلش equal wavelength y على wavelength ٧ الفيط العربية بينهم او انه هي Sen Harvey يلا بينا Y بكام و Same و Y بكام Biök Wavelength X 320 millennium 跪 Deep 320 Wavelength Y 340 يعني 240 universe 240 240 و Three Over Four يعني يطلع Number B واضح يا جماعة ان هو قانون واحد بس انت بس بتعمل بienen الفترة بس السؤال اللي بعد هو رقم 11 صح وده كريناتك انرجي ده فريكنسي طيب مستان مش عارف كم وبعدين عندك دي ومعلش لازم كلهم يبقوا بارالل لبعد كده زي ما الرجل رسمهم ما فيهمش غلطة تمام؟ لان كلهم اللسلوب بتاعه مواحد بيدي اسلوب وكل واحدة من دول انا داخل مذاكر ان هي venitimically weird and it seems to be a critical frequency عايزين نعملهم باربع الوان يلا بنا bra school واثي Communication Frequency بتاعة المتال ay واثي Vet Microfquency بتاعة المتال ay اه ده ما تستعجلش واثي Critical Frequency بتاعة المتال ay كمّل واد يا باشا بتاعة الماثل دي ادي الأربع ألوان اللي عندهم كمّل أحلى واحد فيهم أحلى واحد فيهم ايه سيزيم يا باشا ده عنده ليست كراتيكل فريكوانسي ايه يعني عنده ليست كراتيكل فريكوانسي لا اللي عنده أقل كراتيكل فريكوانسي يخلي الالكترون كيناتك انرجي بتاعته الالكترون لان انا كنت اقول لك قبل كده ان فكل تقل مصلحة ده يزيد وبالتالي سرعة الالكترون تزيد بس العدد اكش داعه به عدد ده انت مستي احنا هنا بنتكلم على انرجي طاقة فاحلى واحد فيه هنا ايه لان عنده كريتكال فريكونسي قليل ارض واحد ده كريتكال فريكونسي غالية علي فالرجل بيقولك ايه هنا بص بيقولك بقى فيه عندك كذا لايت نزل فريكونسي 1 فريكونسي 2 فريكونسي 3 فريكونسي 4 فريكونسي 5 اللي هو بين البنين فبيقولك ايه بقى اني واحد في دول يعمل اميشن للالكتروز من A و B only بس ما يعملش اميشن من البي يعمل اميشن من A و B only تعرف ان ده ها يعمل اميشن من كل دول لان الفريكونسي بتاعته دي فريكونسي بقى لايت دي فريكونسي لايت فولينك باشا فريكونسي 5 اكبر من فريكونسي المتلز كلها يبقى ده الوحيد اللي يطلعهم كلهم طب تعرف ان ده ركز كده ده يطلع دولي بس ما يطلعش ده لان هنا فريكونسي خلاص هنا فريكونسي لايت اللي نازل اقل من الورك فونجشن يازم يبقى اكبر من ده عشان كده ده يطلع الاخدر والاحمر والازرق طب وده يطلع الاحمر والازرق طب وده طلع الازرق طب وده ده فاشي خرجش حاجة خفص ما يقدرش يجي جنب المتل الزي ده عايز مثل الورك فونجشن بتاعك تبقى اقل منه عشان يطلع هذا رجل بيقولك طبعا مين فيهم يطلع او بي خلاص او بي يبقى اخد الانسر zero using an electron microscope واضح ان كل امتحان فيه electron microscope وكل امتحان لازم هحط الرول اللي هو wave length equal edge equal edge root 2 e في مثل الالكترون equal edge على root 2 e في مثل الالكترون طبعا وطبعا بيقولك ايه using an electron microscope to see a virus of dimension x يعني فيه فيروس dimension بتاع ابعاده x ماشي احنا متفقين ان الفيروس بتحط الابعاد بتاعته مكان wave length وبتجيب بقى velocity او energy او الفولت بالسعال حركرك اللي يدوبك يشوفه اصغر منه ماشي اكبر منه لا ما احنا متفقين خلاص المشكلة الفيروس انه ما بيتشافش بالنورمال لايت لان مشكلة اللايت العادي ان wave length بتاع اللايت is much greater than the dimensions of the virus او small detail object وعشان كده دايما نرسم كده وبعدين نرسم كده يقولك يا ابني ما هي بالعقل كده بص الفيروس يغرق في ال wave length بتاع اللايت بس الالكترون يشيله موجة ما هي موجة يلا بينا نكم طبعا السؤال هنا بيقولك we must increase the potential difference by cam يلا بينا متفقين احنا قبل كده في فيديو في امتحان ال potential difference هو الفولت وعشان اجيب relation ما بين الفيروس والفولت والفولت بقطع الفولت زي الجبنة بالروت بتاعه عشان اعرف اجيب relation inverse وبالك كل دول ثوابت يعني وانت متطمن wave length الفيروس في الحالة x على wave length الفيروس في الحالة التانية y يساوي square root الفولت بتاع الفيروس في الحالة y على square root الفولت بتاع الفيروس في الحالة x بالروح خلصت energy قطع هوا اعمل relation ما بين ده وما بين ده زي الجبنة inverse relation ده ثابت ده ثابت velocity نفس الكلامة بيش two objects زي البروتون والالكترون احنا خدنا ده بروتون والالكترون حتى كان نفس ال velocity بيش اعمل relation wave length هو ده يلا بينا واضح ان هو كان x ممتاز وبعدين بقى one على ten x one على ten x ايه اللي بوت لها root volt y هذا اللي هو عايزه لان في الحالة الاولانية هو بيقول لك اسمه v يعني لما كان x تشاف بVV طير x مع x وعشان خطر يعمل بس يبقى one hundred حيساوي volt y على v ودي دي هناك يبقى volt y equal one hundred v احي يبقى يبقى ما تقرح يعني انت عشان عارف الرول بتجري ما تقرح ما تقرح عايزين نزود كام تسعة وتسعين الراجل عايز يعرف نزود كام كام مش نخليها كام نخليها كام يعني نخليها مال نزود كام نزود تسعة وتسعين على الفولت اللي احنا حطين كان v هنزود بقى تسعة وتسعين عشان هو مقود يطلع وانا هنضر ممتاز ممتاز نزلنا اثنين ماشي واحد فريكوانسي بتاعته اثنين والتاني الفريكوانسي بتاعته اربعة من الماتيريال ايه ده يعني الماتيريال واحد اه عايزين ما بين كاينتك انرجي وان وكاينتك انرجي تو المسألة دي احنا كنا حلينها خلاص قبل كده خدنا الستة افكار بتوعها تمام ومية مرة اقول لك اه هنا لما تيجي تحالي اعمل two equations كل واحدة لوحدة خش اشتغل على دي الاول او دي مش هتفرق معانا خش هات دي الاول يلا بي h mu مزبوط minus h mu critical الله يفتح عليك equal kinetic energy electron في الحالة الاولانية صح equal kinetic energy electron في الحالة الاولانية مv square electron equal if volt volt need to stop في المتحل الاولانية هلا بيه هنا بقى الراجل بيقولك ايه frequency بتاعت light اللي نازل بتساوي اثنين من critical frequency حاضر يبقى اثنين شلت دي وحطيت اثنين critical frequency h mu critical equal kinetic energy ايش مستهلق طب والحالة التانية يلا بيه زيها h mu minus h mu critical نفس المادة نفس المادة نفس المادة هي هي وكريتكا لو كريتكا equal kinetic energy الحالة التانية بس هنا بقى حضرتك بدل ما تحطي اثنين اربعة minus h mu critical equal kinetic energy الحالة التانية اربع مأس واحد تعمل ثلاثة h mu critical equal kinetic energy الحالة التانية طب او عايز ايه kinetic energy وان اعمل kinetic energy معقولة مستر حقسم دي على دي بس kinetic energy one على kinetic energy two دي تروح مع دي والانسر يطلع one two three خلاص دي اللي انا كنت دايما اقول لك بس خد بالك هو هنا خدمك ادي لك relation ما بين frequency وfrequency كل مساعات بقى بنحط دي ونحتفظ بيها عشان نجيب relation ما بين kinetic energy one وكايناتك energy two zero the opposite figure the composition of helium neon laser واضح ان السؤال دي تكرر كتير mirrors خلاص بقى ما عرفت هيسأل في ايه mirrors ولا غنى عنها عشان تعمل multiple reflection of coherent of coherent along axis of the tube هو ده function of the mirror لا فين الكلمة المهمة افتكرت بس دي amplification الله يفتحك ده 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 resonant cavity acts acts as an activating catalyst used as a container for the active medium high voltage to accelerate helium to collide with the neon حافظتوه يلا بيه which is responsible for exciting new atoms هو هو ده اللي بيعمل exciting للنيوم مش ده خالص ده للهيليوم لكن ده للنيون وبعدين اوه هتنسى اللي احنا قرناه في الامتحان اللي فاتوى حلناه the collision between helium and neon is in elastic collision where excited helium atom colloid with unexcited neon atom to help the neon atom to achieve the metastable energy level which is characterized by the long life fifteen the following graph represents the relation between radiation intensity and distance from d or distance from the source d أني واحد فيهم طبعا represent a laser الرجل بيسألك تتوقع أني واحد في دول يعتبر laser laser does not lose its intensity its intensity remains possible طبعا فيطلع graph number three طبعا graph number three يعني يطلع point اللي بعدها the stimulated emission can be happened when the allergy of the photon x equals طبعا بص لاخر مرة حنقولها وانا قلتها برضو في امتحان من الامتحانات اللي احنا حلناها كامل الامتحان ده أن طاقة الفوتون اللي داخل يعمل stimulation لازم تبقى قد طاقة الفوتون اللي حيطلع وقد فرق الطاقة فرق الطاقة لازم يطلع واحدة لا تنسى هاش مش اي فوتون يعدي حيعمل stimulation لازم الفوتون ده يبقى عنده طاقة تعادل فرق الطاقة ما بين two levels عشان كده الإجابة هتبقى بيه اي ماينس اي نود اي ماينس اي نود اي ماينس اي نود ده كده جماعة امتحان فرس ساشن عشرين اتنين وعشرين مودرن فيزيكس شدوا حلكوا مفيش حاجة بتيجي من غير مجهود مفيش حاجة بتيجي من غير تعب انتوا قدهوا قدود التوفيقه شباب السلام علي